يا لتراب دفنت أحبابي لي وظلت صورهم بالعيون أموت ويلهج يلسان بذكرهم يا لتراب دفنت أحبابي لي وظلت صورهم بالعيون أموت ويلهج يلسان بذكرهم والدموع صدق تحلل مدامح يمقبرهم والدموع صدق صدق تحلل مدامح يمقبرهم لو أنهم يرجعوني وعراويهم كسرهم لو أنهم يرجعوني وعراويهم كسرهم وخطيبة المنصورة وكانت رحمة الله عليها مكية عبدالله سلمان الناصر امرأة صالحة ومطيعة لربها في جميع عمورها وراضية ومرضية إنا لله وإنا الله يراجعون شعوري فقد الوالدة شعور الكلمات لا تستطيع توفيه ولكن سأتكلم عن إحساسنا من خلال معاشرتنا مع الوالدة الأشياء التي تتميز فيها الوالدة وممكن أنا أقول أن الوالدة فقدها مو بس فقد يعني فقدناها أحنا كأسرة فقدها المجتمع المجتمع يعني مو بقول بس المنصورة فقط يعني يعني من خلال خدمتها للحجاج يعني كذا سنة ألا وهي أمي العزيزة الحقيقة أنا لازمت مرض أمي من عام 1420 فترة ما كنا نحن في الرياض في فترة ما جالها بالمرض الخبيث وطول الفترة قل له يا ولدي لا تتركني يا ولدي لا تتركني أبيك ملازم لمرضي ونخفف من ألمها ومن تعبها ومن الألام المبرحة اللي جاء لها ورحم الله فقدتنا الراحلة أم السيد سعيد هذه المرأة التي كانت حياتها حافلة بالأعمال الصالحة والخيرة وذلك من خلال أولا أنها هي من خدمة أبي عبد الله الحسين من خدمة أهل البيت صلوات الله عليهم من خلال إحيائها للمأتم الحسيني والمجالس الحسينية والمجالس التي تحيى أو يحيى فيها أمر أهل البيت عيشتها منذ الطفولة عيشتها أخا صغيرا وكانت لي كأم وعيشتها شابا يافعا وكانت لي كأخة حانية وعيشتها في زمن الكهولة وكانت تمثل أروع وأسمع آيات الأخوة في الفرح والمشاركة بالمشاعر والحنان والعطف تلك الأخت العظيمة هناك من يعبرون قنطرة الدنيا وهي دار الممر إلى الضفة الأخرى وهي دار المقر مرور الكرام دون أن يضعوا بصماتهم على سجل الأحداث ويرسموا صورهم على مرآة الزمان ويحفروا أسماءهم في ذاكرة الدهر وهناك من يستوفون طعمتهم في هذه الحياة ويرحلون تاركين وراءهم تراثا ناصع البيض وخلودا يتمرد على عاديات الزمن وعوامل التعرية الاجتماعية طبعا يستوقفني فيها أثناء خدمتها يعني لأهل البيت عليه السلام كنت لما تطلع من المستشفى أول شيء تفكر فيه طبعا بعد الصلاة وأهم شيء تفكر فيه هو أنها تروح تروح للحسنية حتى أنا أقول لها يما أنت ما فيش يعني ما فيش شدة يعني تروح يتقول لا أهل فروح يعني شيء صراحة وفاء مطلق لأهل البيت عليه السلام شرف للإنسان بأن يضاف إلى أهل البيت بأنه خادم لأهل البيت أو خادمة لأهل البيت خادمة لسيد الشهداء خادمة للحسين لا شك أن هذا وسام شرف كبير وعظيم للإنسان ونعمة كبرى من نعم الله تعالى إذا وفق الإنسان لهذه الخدمة والذكر في محاسنها كثيرا كثير ولا نستطيع بهذه السطور ولا نستطيع بهذه السطور القليلة ونختصر بالقول إنها تحتاج إلى تدوين كتاب عن حياتها هذه المرأة الصالحة والمطيعة لمولاها والمعصومين ثم لزوجها والوالدين والمجتمع القريب منهم والبعيد كل على حد سوى تسعى بكل اجتهاد للإصلاح مولدها الطاهر في 17373 هجرية نشأتها نشأت رحمة الله عليها مكية عبدالله سلمان الناصر في بيت علم وتقى ودين وورق وزهد ونبل وسعدد ولهذه الصفات كانت نبراسا لها في حياتها الاجتماعية والدينية رحمة الله على الفقيدة الغالية بالأغفرة والرحمة والرضمان وإلى جنة الخلد وإن الله يا أم هادي وسعيد لقد كنت جبلا من الصبر والإيمان كيف قررت الرحيل مبكرا وعيون أمهاتنا أخواتنا بناتنا لم يشبعن من النظر إليك كيف قررت الرحيل مبكرا وآذان المؤمنات لم تمل ذلك الصوت الشجي يا أم سعيد لا زال صدى صوتك يتردد بين جدران البيوت والحسينيات ينعى الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله يا أم سعيد كنت منبرا من العلم والعطاء كنت الابتسامة التي ترسسم على شفاه الأمهات من مثلك يا أم سعيد؟ بنت تيتم الأمهات يا أم سعيد زوري أمهاتنا في المنام امسحي على رؤوسهم كفكفي لدموعهم أفرغي عليهم شيئا من صبرك لتسليهم السلام على روحك الطاهرة أهمني سأركز على جانب فقط واحد وهو الجانب الإنساني في أمم سعيد الجانب الإنساني جانب لاقيت فيها إنسان عظيمة سأختصر الكلام وأختصر العبارات وعندي أحدهم رسلي مقطع المقطع هذا سأقراه نصا لن أزيد عليه بأي كلمة يكفي أني سوف أقرأ هذا المقطع من أحد شباب وهو شباب المنصورة ليس من الأسرة أو ليس من العائلة لكن من الآن أعتبر الآن من الناس المؤمنين الأتقياء رسلي رسالة فقط أبين فيها شخصية الشخصية الإنسانية في أمم سيد سعيد وثانيا أن هذه المرأة الأخت الكريمة رحمة الله عليها كان لها دور آخر خاص كانت تؤدي خدمة خاصة لحجاج بيت الله الحرام وذلك بارتباطها عددا من السنين بالحملة المعروفة حملة العدل قافلة العدل لخدمة حجاج بيت الله الحرام فكان لها هذا الدور وهذا العمل ولا شك بأن هذا من أفضل الأعمال ومن أزكى الأعمال ومن أكرم الأعمال المقربة للإنسان إلى الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك كل إنسان سواء كان رجل أو إمرأة يحب أن يترك أثرا أو يترك بصمة في حياته حتى يذكر بعدها يذكر في خير هذه البصمة وهذا الأثار لا يكون بالقول أكو كثير من الرجال أكو كثير من النساء لا تجد لهن أثرا إلا في اللسان طبعا في أيضا بعض المواقف التي أتذكرها كانت آخر زيارة آخر موعد لها في المستشفى وهو اللي طبعا الموعد اللي يعني الموعد اللي ما رجعت بعدها أصرت إنها تروح تقول وادني لأمي قلت لها يا أمي أنت تقدري تقدري يعني بعد ما تجي من الموعد تقدري تشوفي أمي قالت لا أبقى أشوفها قبل لأروح حقيقة وأنا أشوفها تمشي صراحة يعني كانها هي الأم وأمي أمي فاطمة الله يطول بعمرها كانها هي البنت حسيت بشي غريب سبحان الله الشي لا يوصف لمن الأشياء اللي يعني ما أنسوها وكان في اعتقادي بأن هذه المرأة رحمة الله عليها كانت تنوي الاستمرار في هذه الخدمة التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام من خلال اشتراكها في هذه الحملة كانت من كوادر هذه الحملة النسائية تقدم خدمتها لأولئك الحجاج لولا أن الله تبارك وتعالى امتحنها واختبرها بهذا المرض العضال الذي أقعدها عن العمل وعن هذا الدور لا شك بأن هذا الابتلاء الالهي الذي امتحنت وابتليت به هذه المرأة الكريمة حيث صارعت المرض فترة من الزواني طويلة هذا نوع من الابتلاءات الالهية التي يبتل الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين الله تبارك وتعالى يبتلي العبد المؤمن بمختلف الابتلاءات ويختبره بمختلف الاختبارات والامتحانات في هذه الحياة من أجل إما أن يكفر عن ذنوبه وسيئاته أو من أجل أن يرفع في درجاته عنده تبارك وتعالى أحد هؤلاء الصفوة فقيدة الأحساء الغالية مكية بنت عبد الله السلمان فقد تسنمت علياء الأخلاق وذر المجد وغطت بذكرها الحسن الآفاق يكفي أن تتصفح سفر تاريخ حياتها المشرق فينبثق نور الطهر ويضوع عبير المسك من كل جانب وتفتح أبواب الخير لقد ارتدت مطارف العز وتوشحت جلابيب الشرف والعفاف واستمسكت بهدى الله من أوثق عراه ونذرت نفسها لخدمة ساداتها أهل البيت عليهم السلام فملكت قلوب الناس بأخلاقها وأدبها وحشمتها وحسن سيرتها رحمها الله تعالى يعني سواء القريب أو البعيد كلهم عندهم قريبين منه يعني حتى في تعاملها مع الأخرين ما تحب تكسب يعني عدوات يعني تصير أحداث أيضا في المجتمع وهي دائما أيضا تقول لنا يعني أنا تكلم عن نفسي تقول لي يا ولدي ما بغاك تسبب عدوة مع الناس وهي طبعا تكلم عن نفسها لكن من حبها لأبناءها يعني تعطيهم هالميزة هذي اللي تتمتع فيها أم السيدين هادي وسعيد بعد المعاناة الشديدة صابرة نقية طاهرة إلى ربها فأحرقت قلوب محبيها بفراقها وكل الناس أحبابها لأنها أحبت ربها ورسوله وأهل بيته المعصومين فتوارد المعزون والمعزيات كالسيل البشري إلى المنصورة لتقديم واجب العزاء أبد حقيقة شجوني إلا أن أكتب بعض الأبيات عن الفقيدة السعيدة مكية بنت عبد الله سلمان الناصر وبدايتها في هذه الغسيدة تقول إلى من أعز الله مرقدها في جنة الخلد مع الزهراء تلقاها أبث حزني لفقد الأخت ما برحت عيناي بالدمع تندي حين تنعاها أعني بأختي أم سعيد ونهجها حسن الحديث في فهم ومعناها إني أعز بلدتي في فقدها كما أعز الأهل وولداها الأهل والأخوة من بعد الفراق رأوا في فقدها فقد جمع من سجاياها حلم وصبر وآداب وخلق الحسن فيها البشاشة وجهها حين تلقاها سلوا النساء عنها سلوا النساء عنها ومن برفقتهم في الدرب سار ونهج قد تلقاها بالخير تدعو بالخير تدعو الآخرين سواسيا والقلب فيها الطيب عن مرآها ماذا أقول لأم سعيد وحبها ملأ القلوب بشخصها وذكراها إني لأسأل رب الكون خالقها إني لأسأل رب الكون خالقها وأن يجعل الفردوس مثواها وأسأل الله دوما أن نوفقنا لذكراها كل حين حين ننساها الحمد لله الحمد لله أنها يعني انتقلت من هذه الدنيا وهي برضى الله سبحانه وتعالى وحبها لأهل البيت الحمد لله وإن شاء الله ما ينسوها أهل البيت الرسول صلى الله عليه وآله نوالها شفاعة النبي محمد والزهراء وأهل البيت عليهم السلام يقول نعم أبو حكيم أوفيت وأجزلت في نفس الوقت فلا يكفي مهما كتبنا بحقها كانت لأم ثانية فهي من كانت تخيط ملابسي البالية وهي من كانت تطعمني من قوت يومها فكانت تأخذ جزءا من طعامه وتأتي لوالدتي المريضة على الفراش بعد أن أتعبتها الولادة بعد أن أتعبتها الولادة بي فكانت تأخذني طيلة وقات اليوم من حضن أمي إلى حضنها رحمك الله أيها الوالدة المؤمنة الصابرة فإن على يقين تان بأنك مع الزهراء عليه السلام هذا النص وردني من أحد الأشخاص المؤمنين الثقات يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن إنسانية أمي مسيد سعيد هذه الفقيدة السعيدة سيد هادي مسيد سعيد رحمه الله كان لها الأثار في هذا المجتمع أولا كانت نعمة زوجة الصالحة أنا أعرفها بقلة الخروج من دارها من أيام الصبا نعرف عنها ذلك إلى أن ختمت حياتها وهي تقتصر على الواجب على أداء الواجب مع أن كثير من النساء لربما حتى الزوج يحصل له الأذى من كثرة خروج زوجته لغرض أو لغير غرض يعني خط الموت على ولدي آدم وخط القلادة على جيد الفتاة ماذا أتكلم عن إنسانه شهد لها البعيد قبل القريب بسمو أخلاقها وطيبها وهي كأخت أصغر مني إلا أنها تعاملني كابن لها وهي مثالا للصبر والإخلاص والإيمان وهذا يشهد لها البعيد قبل القريب رحمه الله يقبل أيدينا كبار في السن يقبلون أيدينا من أجل خدمة أبي عبد الله من أجل خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا شرف نلاله في الدنيا ونناله كذلك في عالم البارزخ ونناله كذلك في يوم القيامة وهناك تكشف جملة من الروايات وجملة من أحاديث بعض العلماء لأن الحسين سلام الله عليه له عناية خاصة بمن بخدامه بمن يقوم في خدمته فإلى جنان الخلد يا أمي في زيارة الأخيرة في العزة طلعت من العم سيدة علي الناصر الله يحفظه أن يدعوه لأمي أمي محتاجة للدعاء فقال لي بكلمة واحدة أمك مش محتاج للدعاء أمك هنيئا لها خدمة الحسين خدمة حجاج بيت الله الحرام في يوم ثاني العزة تشرفنا بزيارة السيد محمد السيد طاهر السلمان وسألت نفس السؤال طلبت منه أن يدعوه لأمي فقال لي لا تخاف على أمك أمك هنيئا لها أمك من محتاج للدعاء نحن المحتاجين للدعاء فهذا الكلام أثلج صدري فرحت كثيرا حتى أول ليلة ما نمت يوم العزة ما نمت طول ليلة ما نمت يوم ثاني بعد ما طلبت من العم العم سيد علي السلمان العم سيد محمد رضا بن السيد طار السلمان ارتحت نفسيا كثيرا ارتحت نفسيا الحمد لله إلى جنان الخلد يا أمي الحمد لله إلى جنان الخلد يا أمي فارقتنا الحنون الرؤوم الطيبة ولحقت بالملأ الأعلى وميزان أعمالها ثقيل بالحسنات فروح وريحان وجنة نعيم طوبى لك وحسن مآب يا ابنة العم العزيزة وهنيئا لك جنات الفردوس قد كنت أحسب أني للفراق فتا صلدا صبورا تعيب الدمع أهداقي لكن وجدي ودمع العين كذبني إذ صار يرسل سيل الحب رقراقي وأصبح القلب في هيمن يناديني وينادمني أما طبيب لداء الموت أوراقي فقلت يا قلب مهلا ما هناك لنا مما قضى الله لا منجي ولا واقي يا بنت الأحرار والأحزان محرقة والعين ما بين إسبال وإطراقي تبقى المشاعر خجلا حين أذكرها تبقي المشاعر خجلا حين أذكرها فلن يفي قدرها حبري وأوراقي أم الأحبتي ونبع الحب مكية يا معدن الطيب في فضل وأخلاقي أم الجمائل أم الجمائل كل الناس تذكرها شهادة الحق في حسن وإشراقي وفي عزاها جموع الناس قد وفدت تدعو لها الله يوليها بإعتاقي الموت كأس وكل الناس تشربه والكل بعدك منا يرقب الساقي يا رب فاجعل جنان الخلد مسكنها الكل فان وأنت الواحد الباقي